موسيقى مساء الخير مشاهدينا في كل مكان برحب بحضراتكو ولقاءنا اليوم من خلال زينب طعم البيوت ومجموعة متنوعة من الفقرات الخاصة بالأسرة المصرية وبكل اهتمامتها بمسي على حضراتكو وكمان بمسي على زميلتي العزيزة دينا مساء الخير أهلا بك يا نجلاء وحلقة جديدة من زينب طعم البيوت هنكون معاكو على مدار ساعة ونص على الهواء بنتكلم في كل حاجة بتفكروا فيها بنتكلم في كل حاجة بتهم الأسرة المصرية أول فقرة معاكي النهاردة يا نجلاء حقيقة نهاردة معنا يعني زي ما احنا متعودين بيبقى معنا كل يوم فقرتين ودينا كمان بيبقى معنا فقرتين النهاردة الحقيقة من خلال فقراتي هيكون معايا نمازج نمازج لسيدات الحقيقة كل واحدة فيهم تخصصت في مجال مختلف عن الآخر ولكن كل واحدة فيهم أبدعت في المجال ده النهاردة بيكون معنا إزاي نحنا نمزج التراث الشعبي بتاعنا والهوية المصرية من خلال الأساس دايما أي عروسة يقول لها مودرن ولا كلاسيك صحيح النهاردة بقى بنشوف المزج ما بين المودرن أو الكلاسيك مع كمان الهوية المصرية الجميلة من خلال فن الديكور وأعتقد ده بيهم كل سيدة حتى السيدات المتزوجات لو حبت أن هي تغير في نمط البيت ده بيدي انعكاس وروح تانية خالص التجديد ده مهم جدا أنا فاكرتي النهاردة بقى في تعمل بيوت سي نجلاء بيتهيق لي مفيش حد يعني إلا لو فعلا محتاجة وهو تنظيم الوقت الحقيقة نحنا كلنا ممكن يكون عندنا مشكلة في تنظيم الوقت وبالأخص كمان لو المرأة بتشتغل أو السيدة بتشتغل وعندها بيتها فتبقى الدنيا الحقيقة مدر بك جامد جدا أنها تنظم بين شغلها وبين بيتها وبين حياتها بيبقى الموضوع صعب جدا فإحنا النهاردة معنا فقرة كلها نصايح عن تنظيم الوقت وإزاي أن أنا أكون نكحة في بيتي ونكحة في شغلي في نفس الوقت الحقيقة بتبقى معادلة صعبة شوية بس إحنا النهاردة هنحاول نسهلها علينا ونحاول أن احنا نعرف كده أسرار وأهم النصايح إزاي ننظم وقتنا بشكل مصبوط خصوصا أن الوقت بقى بيعدش بسرعة جدا بيصير يعني ريتنا الحياة بقى سريع جدا يا جماعة الشهر بيبدأ بيخلص اليوم بيبدأ محتاجين فعلا أن احنا يعني يعرف خطواب كده نهاردة محتاجين أكتر أننا فعلا عشان ننجز وعشان نحقق كثير لأن فعلا كلنا بنقول الأيام بقت بتخلص بسرعة قوي وإن شاء الله نستفيد من المعلومات الموجودة في فقرة دينا بإذن الله دينا عايزة أسألك تعرفي الكاجا كومبو؟ لا طب الأي كوندو؟ دي ألعاب كوة بقى النهاردة زي ما قلت معنا يعني سيدة قدرت أن هي تكون سفيرة الفنون القتالية والجميل بقى أنها برعت وأصبحت بالفعل متفوقة في هذا المجال لدرجة أن شهرتها مش بس على المستوى المحلي لكن كمان على المستوى العالمي وبالفعل يعني كان معاها عدد من اللقاءات الصحفية نظرا لبراعتها وتفوقها في مجال الفنون القتالية أعتقد ده بيثبت أن السيدات يا جماعة قادرة تعمل أي حاجة حتى الفنون القتالية أكيد وكمان الواحد بيقى مبسوط قوي لما نموذج مصري من المرأة المصرية بيمثله في زي ما نقول كده حاجات دولية ومسابقات دولية أكيد بيفرق جدا وبيفرق كمان في شخصية البنت نفسها ألعاب القوة بتمدها بقى بثقة بالنفس أعرف لنا بقى أي حاجة ولا أي حد أعرف لنا موجودة يا جماعة فاطرتي التانية بقى بتعمل بيوت لها علاقة بالشكل الحلو وباللبس الجميل وبالأناقة اللي احنا دايما بنكون مهتمين بيها وبنتكلم عن موديلات الجديدة للشتاء وإيه بقى اللي احنا ممكن لو عندنا مناسبة وعندنا فرح عندنا صهرة إيه اللي احنا ممكن نلبسه لأن أوقات كتير ما بنكوناش عارفين نلبس إيه صح وبالأخص فيه الأفراح والمناسبات المهمة فإحنا النهاردة هنتكلم بقى عن الموضة الجديدة في الشتاء عشرين أربعة وعشرين وإيه الألوان الجميلة الشتاء بقى كمان ليه ألوانه دايما يعني الشتاء بيتمعيز بالألوان الغم فبنبقى محترين وكل شتاء بيبقى فيه الألوان الموضة كذا لون يستعى موضة فعليزين بقى نعرف ده أكيد إن شاء الله من خلال فقراتك أكيد إن شاء الله ومشاهدين دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع مع زميلتي العزيزة النجلاء البيومي وفقرات زينة المميزة بعد ما استعرضنا مع حضراتكم الموضوعات اللي هنتناولها النهاردة من خلال زينة بتعم البيوت بنبدأ فقراتنا والبداية دايما مع الأخبار متأكيد كلنا بنتابع الأخبار الحادثة على أرض غزة وبيهمنا جدا أن احنا نعرف إزاي بيتم توصيل المساعدات لأهلين في غزة الخبر الأول الهلال الأحمر 173 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر الحدود المصرية سلمت جمعية الهلال الأحمر المصري نظيرتها الفلسطينية عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى 173 شاحنة ما بين شاحنات ومساعدات إنسانية وأخرى تجارية لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك في إطار دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وتخفيف وطأة الاعتداءات الوحشية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر أكثر من مئة يوم بيعاني شعب فلسطين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية كل أمنياتنا أن تنتهي هذه الأحداث وأن بالفعل ينجح العالم كله في وقف نزيف القتال الحادث على أرض غزة وكل المساعدات يتم وصولها إلى أهالي فلسطين في غزة بإذن الله أما الخبر الثاني مع حضركم وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد أكبر مركز لعلاج الإدمان بالشرق الأوسط أجرت دكتور نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جولة تفقدية لمركز إمبابة لعلاج الإدمان الذي أنشأ بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ويعد أحد أكبر مراكز تقديم الخدمة لمرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط دايما بنكون سعداء جدا بكل الخدمات الصحية اللي بيتم تقدمها في مختلف المجالات وما فيش أهم من أن احنا نقي أبنائنا من براث الإدمان وأن احنا بالفعل ننجح في القضاء على الإدمان نهائيا دي كانت أهم الأخبار اللي تناولناها مع حضراتكم النهاردة ناخد فاصل وبعد الفاصل نرجع علشان نبدأ أولى حواراتنا مع زينة بتعم البيوت دايما الواحد لما بيخرج لشغله والمسئوليات الخاصة به يقول أنا أرجع البيت عشان أستريح الراحة مش بتيجي بس منه مجرد أنه متواجد في المكان لكن الراحة في المكان اللي بيبعث ليه بعوامل الراحة النفسية وأكيد اختيار كل واحد فينا للبيت اللي بيكون موجود فيه ناتج عن اهتماماته وناتج عن زوءه وناتج عن الاختيارات الخاصة به الجميل بقى أن احنا نربط بيتنا سواء كان مودرن أو كلاسيك بالهوية الخاصة بينا الهوية المصرية الأصيلة دي كانت الفكرة اللي بدأت بيها دفتنا النهاردة العمل الخاص بيها خصوصا لما اتخرجت من كلية فنون جميلة عملت ايه وازاي تساعد كل واحد فينا ان هو يكون فيه اللمسة المصرية الموجودة في بيته خلونا نعرف اكتر لكن في البداية اسمحوا لي ان انا برحب بالمهندسة المعمارية بسانت الراملي اهلا بيكي اهلا بيكي منورانا موريك مرسي قوليلي بقى تخرجنا من كلية فنون جميلة قسم ايه انا قسم عمارة كلية فنون جميلة يعني دفعة كبيرة شوية انا دفعة 98 اشتغلت بسي انا قردي والدي وزوجي بيشتغلوا في المجال بتاع الاساس والتشطيبات وكده منو انا صويرة بس الفكرة كلها انو والدي قالي لا متبتديش معي خلص في مكتبي انا عايزك الاول تشتغلي برا وتاخدي خبرة إن شاء لدي 15 سنة في مكاتب استشارية كبيرة الحمد لله وكان طول الوقت عندي حلم كده نفسي حققه جد بعد 15 سنة وقالت لهم بقى كفاية أنا أبتدي الحلم بتاعي حقق حلمي إذن لما دخلت القلية من الأساس أنت كان عندك الرغبة أن تعملي في هذا المجال وكان عندك الرغبة أن تتخصصي فيه ولكن كنت محتاجة الخبرة الخاصة بك بعيدة عن والدك أو غيره سنوات الخبرة إلا قدتيها قدتيها في نفس مجال تخصصك ولا اكتسبت خبرات من حاجات متعددة تمام أولا أنا تولدت أصلا في بيئة عاشقة للتراث يعني بيت والدي والديتي هم الاثنين برضو فنو جميلة وهما الاثنين بيحبوا التراث جدا وكانوا متميزين في المجال دقوي فأنا كنت بحبهم أنه أنا صغيرة وكنت أحب أن بيتي وأنا بجاوز يبقى بنفس الاستعيل بعد كده لما اشتغلت لا اشتغلت في مكتب استشارية في المجال المعميري والانتيريور ديزاين تمام بس طول الوقت أنا عندي حلم أني أربط ما بين الهندسة وما بين بقى التراث المصري جميل أولا هي دي الفكرة اللي أنا تددي دايما يعني السؤال المعتاد لما بحد بيجي يعمل بيت وقولك أعمله مودرن ولا كلاسيك أعمله إزاي هل الرابط بالتراث المصري ينفع مع الاثنين ولا ليه هوية خاصة لازم تكون كلها متربطة مع بعضها دي بقى المعادلة الصعبة أنا عايزين نخلص عليها علشان إحنا دلوقتي معظم الناس بتميل للمودرن فكان فكرة المشروع أني أعمل تراث مصري مودرن بحيث أن كل الناس دلوقتي اللي عايزة مودرن تقدر تعمل بيتها مودرن عادي بس تحط تطش مصري معي كلمة مودرن ممكن يقولك إيه الكلمة نفسها بتتعرض مع التراث التراث دي حاجة تاريخية والمودرن دي حاجة حديثة إزاي بقى ربطتي الاثنين مع بعض وطلعت حاجة مختلفة أنت بتاقدي موتيفات تجريدية من ومعالجات جديدة من الموتيفات بتاعت التراث المصري أنا بعمل تراث مصري بلاين مودرن بشكل مختلف وتجريدي عارف حركة دلوقتي زي ما طلع حاجة اسمها نيو كلاسيك اللي هي الكلاسيك التجريدي أنا ببسطه شوية بعمله بخطوط أبسط احنا شايفين على الشاشة دلوقتي بعض الأعمال أو بعض الصور الخاصة في الأعمال اللي انت نفستيها بالفعل فيريد برضو تدينا كده شرح وانت بتتكلمي عن الحاجات اللي احنا شايفان يعني بصي شايفان برافان ده ده كله عبارة عن بيحكي قصة من التراث أو من القرية النوبية كل بانل من دول كل شريحة من دي فيها قصة بيوت وفيها الحصانة اللي بيرقص والمزمار والبيوت النوبية يعني فيها قصة فيها تقريخ لحاجة ولكن الشكل واللاين نفسه كله جديد البرافان ده ما كانش موجود زمان البرافان ده بقى موجود دلوقتي طب ده ممكن علشان أعمل برافان زي ده لازم المكان اللي موجود فيه يتناسب معه برضو ولا ده بيبقى قطعة كده لوحدها ما لهاش علاقة باللي معها بالعكس هو اللي أنا أقصده أن يكفي قطعة واحدة في المكان هي بتدفل قيمة مختلفة يعني مش شرط أن المكان كله يكون واخد نفس بالعكس أنا عايزة أحط اللمسة المصرية بشكل خفيف كده وحلو أن كل واحد فينا يعني يبقى فيه في البيت حاجة رمزية للتراث المصري بسلطة هي رمز هي رمز هتضيف للمكان كله ده يعني بيظهر أكتر في يعني زي محارتك شفنا في صورة هل في باقي الأساس ممكن أن احنا نشوف ده موظف برضو يعني أحنا بطبق ده على كل يعني احنا كل قطع الأساس احنا بنصنع كل حاجة كل أنواع الأساس أنا ممكن أعمل في قودة نوم المقبض بس محفورة عليه البيوت النوبية والموتيفات المصرية فمش لازم الموضوع يبقى تقيل لا خالص يعني ممكن قطع واحدة في البيت كرمزية بالزبط للتراث المصري بالزبط هتفرق كتير جدا وبعدين نحن شغلنا كله كمان عشان يتناسب مع التراث احنا شغلنا كله بالخشب الطبيعي علشان برضو يدي قيمة تانية خالص غير الخشب الوقت يطالع مودرن جديد بيفرق جدا الحفر والنحط عليه بيدي شكل تاني عملتي مرة يعني الأساس كله هو مرتبط بالتراث ولا دايما بيبقى جزء بس منه بصي حسب يعني يعني أحلى التجارب اللي قابلتها في حياتي بالزيت لما يكون مثلا اتنين دسا بيجوزوا وعايزين بيتهم يبقى بالتراث المصري بس بنعملوا يعني قودة النوم مرسومة عليها الموتيفات المصرية والصفرة وحكذا يعني بس حطينا بقى تاتش مودرن وبالوان مودرن وبخطوط والموديل نفسه مودرن فبالتالي ده بيبقى بصراحة أنا أنا شيء أنا بحس إنه ده بيحقق إلا أنا يعني الحلم بتاعي شاركت في معارض قبل كده سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي آه طبعا الحمد لله كتير طبعا إحنا هنا في مصر بنشارك في أكبر معرض للحرف اليدوية التراثية هو معرض دولي طبعا معرض تراثنا وشاركت برضو مع معرض تراثنا بر مصر خارج مصر هو دلوقتي الميزة هو بيبقى فيه كمان تسويق خارج مصر فده بيدي فرصة كبيرة جدا بالنسبة للعرضين أنا ليس ألت على ذا لأن أنا يميني جدا النهاردة أن السيدات مش بس بتشتغل لكن هي كمان بتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في مصر معنى أن نحن يكون عندنا تواجد خارج مصر أن نحن عندنا تسويق نحن عندنا تصدير نحن عندنا مشاركة في توفير العملة الصعبة في زل طبعا كل التحديات اللي بتواجهنا فإزاي بتمشي في الاتجاه ده وإزاي بتسوأي للمنتج الخاص بيكي والانطباع كمان عم طيب إحنا أولا طبعا واخدين رخص التصدير وبنصدر الحمد لله وده كان بعد مشاركتنا خارج مصر وداخل مصر في معرض كتير جلنا ناس كانوا يعني أجانب مستغربين أنه في في مصر منتج مصري عصري وحديث وبإتقان بالشكل ده وبتصميمات مختلفة وجديدة جدا ليه مستغربين ليه؟ إحنا معروفين يعني بالحرف اليدوية ده حقيقي بس هم واخدين على الشكل الترادشنال اللي اسمها حرف التقليدية لما بيجوا بقى دلوقتي بقى فيه مؤخرا في مصر حاجة اسمها ديزاينرز أو بعض الهيئات بتشتغل على أنها تطور من الحرف التقليدية تخليها مثلا وليكن حرفة النحيس أو الصدف أو غيره هم بيبقوا حرفة متورثة عن أجدادهم هو نفس التصميمات بيعملوها ومشي معهم تمام فبيعملوها على طول بشكل تلقى ما فيه تجديد أو تكار جديد ابتدوا بقى دلوقتي مؤخرا آخر كم سنة ابتدى يبقى فيه تطوير في كل الحرف التقليدية عموما أن يبقى فيه تطوير بقى في تصميمات الحرفة تناسب العصر فيه ألوان جديدة فيه ديزاين يعني هتلاقي حضرتك مثلا لو أنا بعمل كنبة وكنبة دي على دهرها محفور مثلا القرية النوبية هتلاقي أن اللاين نفسه بتاع الكنبة الخطوط أو الديزاين بتاع الكنبة هو ديزاين مودرن بتاع مثلا عشرين تلاتة وعشرين فبالتالي ده بيفرق كتير جدا أنا شايف ألوان كمانجي لفت انتباهي الألوان الموجودة ده كان عبارة عن إيه ده من أحاب الأعمال لقلبي ده باب ده باب كله من الخشب الطبيعي ومحفور عليه القرية النوبية بس يعني مش حتى الباب نفسه هو طالع موضة قوي دلوقتي استخدام الأبواب القديمة يعني كنت حركة عرفة الفكرة دي ده حقيقي قلت طب ليه إحنا بقى الناس كلها أنا عملت بقى باب بس على بتصميماتي أنا بالرسالة أنا عايزة أوصلها وأعملها برضو زي الباب القديم بس ليه بقى هوية جميل قوي الهوية بتاعتك أنا شايفة أن معظمها متاخذ من التراث النوبي يعني شايفة أعمال نوبي وبعمل سيوي وبعمل سيناوي الفرعوني أخباره إيه بقى؟ بعمل بس هقولك حاجة يعني حتى الأجانب شوية ابتدوا عايزين يشوفوا أشكال جديدة عن المتعارف عليها للفرعوني التقليدي أنا بعمل عصور تانية زي مثلا فكرة المستشرقين اللوحات المتاخدة من كتاب وصف مصر للمستشرقين دي من أحب الأعمال لقلبي الحقيقة أنا بحب أشعر عليها قوي والأجانب بيحبوها قوي أنا بحاول أخرج عن الإطار التقليدي اللي دايما كل الناس بتشوفه أنت عندك بقى القاهرة الفاطمية بزبط كده يعني أعتقد الحمد لله إحنا عندنا يعني تراث غني وثاري بشكل كبير جدا أن إحنا نستقي منه حاجات كثيرة قوي لو قلت لك يعني الجديد في العالم الأساس في عشرين وربعة وعشرين وأنت حريصة أن أنت تدي له اللمسة الخاصة بالهوية والتراث المصري هيكون إيه؟ يمكن زي قوي صورة اللي شوفنيها بتطبق السؤال بالتحاسبات جدا اللي هو فيها البروفان كان قدامه كرسي وترابيزة روح خالص يعني ماتيريال على طبيعاتها ده اللي طالع موضة جدا يعني أنت بتاخذي الحاجة بطبيعاتها خالص وطالع دلوقتي في العالم كله برضو لسه مازال موضة أربعة وعشرين إنه الألوان البيئية الطبيعية والأخشاب على طبيعتها ما بقاش فيه أخشاب مصنعة دلوقتي كل الموضة لحاجات الطبيعية جدا الكلام ده طالع كنت مستغرابة قوي شعلت في 2018 في فندق كله كان معمول كده وكان فندق عالمي وموجود في الجونة وكان لسه جديد علينا قوي كان في 2018 لكن أخير أخذ امتباعه مختلف هو كان جديد حتى في مصر جدا عدنا كلنا وبعدين اكتشفت إن اللاين ده شوية شوية طالع موضة قوي وبيزيد موضة ومستمر معنا لغاية تلع من من 18 وغاية دلوقتي غاية 24 هو مستمر وطالع موضة في مصر جدا وكنا احنا ابتدينا اللاين ده كنا عجبنا بيه جدا في 2018 وشغالين به فيمكن ده برضو إدانا شوية تحصص أكيد دايما الإنسان لما يعني بيمتلك أدواته صح بيقدر إن هو دايما يطور ودايما إن هو يقدم الجديد أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندسة المعمارية بسانت الراملي نورتيني وبتمنى لك التوفيق دايما في كل الأعمال الخاصة بك شكرا لك أعتقد أفكار جديدة ممكن أن نضيفها بلمسة صغيرة على البيوت هتكون فيها نوع من الهوية والتراث المصري الجميل وحتى يكون فيه اختلاف في الشكل الموجود وده بيأثر على الحالة النفسية لكل الأفراد ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع لحضراتكم عشان نواصل لقاءاتنا زينة بتعمل بيوت